شاركت الشعب البرلماني لمملكة البحرين في اجتماعات الدورة الثانية عشر بعد المئتين للمجلس الحاكم بالاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت ضمن أعمال جمعية العامة السابعة والأربعين بعد المئة للاتحاد ومثل الشعب البرلماني لمملكة البحرين في الاجتماعات سعادة السيد جمال محمد فخر والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى وسعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب وسعادة السيدة هالة رمزي فائز عضو مجلس الشورى وسعادة النائب مريم الضاعن وشهدت اجتماعات المجلس انتخاب السيدة كارولينا ساكيرا رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية أنجولا لتكون رئيسا للجمعية العامة السابعة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي حيث أكد سعادة السيد جمال محمد فخر والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى تأييد الشعب البرلماني لمملكة البحرين انتخاب السيدة كارولينا ساكيرا لرئاسة الجمعية كما وتم في الاجتماعات مناقشة المحاضر المجزة للدورة الحدية عشرة بعد المئتين للمجلس والأنشطة والفعاليات التي أقامها الاتحاد البرلماني الدولي خلال الدورة السابقة اشتركوا في القناة